السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع النصفي أو الشقيقة الميجر وهو أحد أنواع الصداع الأكثر آلاما وتأثيرا على حياة المصابين به فهو يؤثر على السيدات والشباب وكبار السن وحتى الأطفال الذين يبلغون من العمر أربع سنوات وما فوق وتدور حاليا النقاشات حول بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي إذ تعتبر هذه الأطعمة عامل مساعد في حدوث النوبة ولكنها ليست السبب الرئيسي في حدوث الصداع النصفي فالصداع النصفي يرتبط بشكل كبير بالجينات والوراثة حيث توصلت الأبحاث العلمية إلى هذه الحقيقة بشكل عام يعتقد أن الصداع النصفي يحدث بسبب تقلص وتمدد الأوعية الدموية داخل الدماء وهذا ما يعرف بالنظرية الوعائية وفيما يتعلق بالأطعمة التي يمكن أن تسبب نوبات الصداع النصفي فإنه يفضل تجنب بعض الأطعمة التي يعتبرها الخبراء بمثابة محفزات للصداع مثل الشوكولاتة والقهوة والمشروبات الغازية والأطعمة المالحة والمعلبات وبشكل خاص فإن تناول المعلبات يعتبر من بين الأطعمة الأكثر ضررا والتي يمكن أن تساعد على حدوث نوبات الصداع النصفي وللتخفيف من حدة الصداع النصفي فإنه يفضل تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات والفيتامينات وشرب الكميات الكافية من الماء وتفادي الأطعمة التي تسبب تهيج المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام تجنب تناول المعلبات التي تحتوي على اللحوم والأطعمة البحرية والمواد الحافظة والملح الزائد حيث يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث نوبات الصداع النصفي ويشمل ذلك اللحوم المعلبة والمدخنة وجميع أنواع المعلبات التي تتضمن اللحوم وتحتوي التونة على سبيل المثال على مواد مثل الملح الأحادي والجلوتامة والصوديوم وهذه المواد لها علاقة مباشرة بحدوث نوبات الصداع على النصفي ويتم إضافة هذه المواد إلى العديد من المواد الغذائية المصنعة اليوم بما في ذلك الحساء والشربات والمرق الدجاج المصانع على شكل مكعبات أو بدرة حيث تعطي هذه المواد نكهة قوية لا تقاوم وللأسف فإن هذا الملح يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث نوبات الصداع النصفي إذا كان لديك تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي بإصابتك بالشقيقة أو نوبات الصداع النصفي فمن الأفضل الانتناع عن تناول المعلبات التي تحتوي على هذه المواد الضرة ولكن إذا كنت لا تعاني من الصداع النصفي فلا يعني ذلك بالضرورة أنه يجب عليك الانتناع عن تناول هذه الأطعمة بالكامل لكن من الأفضل الاكتعاد عنها وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات والفيتامينات مادة اللحم تزيد من احتمالية حدوث نوبات الصداع النصفي أما بالنسبة للشوكولاتة فتحتوي على مادة التيرامين التي تزيد من احتمالية حدوث نوبات الصداع النصفي كما أنها تحتوي على الكفين الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأعراض وتوصي الدراسات بتجنب تناول الشوكولاتة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي وتشمل أعراض الصداع النصفي الغثيان والقيء وعدم تحمل الضوء والصوء وتستمر النوبات لمدة تزيد عن أربع ساعات وتصاحبها عرض من ثلاثة أعراض على الأقل ويمكن أن تزيد بعض الأطعمة والمواد الغذائية من احتمالية حدوث النوبات لذلك يوصي بتجنبها قدر الإمكان كثيرا ما نسمع تحذيرات حول مرض الصداع النصفي وضرورة تجنب بعض الأطعمة مثل الشوكولاتة والأجبان الصفراء ولكن هل هذا يعني أن جميع الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو الأجبان الصفراء يجب تجنبها؟ وماذا عن الأطعمة الأخرى؟ على الرغم من أن الشوكولاتة والأجبان الصفراء يمكن أن تسببان نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص إلا أن هناك أطعمة أخرى يجب الانتباه إليها أيضا على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على مدة التيرامين مثل الجبن الأزرق والموز والأفوكادو قد تؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي وبالإضافة إلى ذلك يجب الانتباه إلى العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي مثل الإنارة الزائدة والصوت العالي والجوع وعدم شرب كمية كافية من الماء في النهاية يجب على الأشخاص الذين يعانون من نوبات الصداع النصفي تجنب تناول الأطعمة التي تسبب لهم المشكلة والحص على تناول وجبات صحية ومتوازنة وتجنب العوامل الأخرى التي تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ولا تتردد في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم وشكرا على المشاهدة ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة اشتركوا في القناة